يكتفي هؤلاء المصابون بنصف جلسات العلاج اللازم على جهاز الغسيل الكلوي حيث إنه من المفترض أن تتم العملية بشكل مضاعف يعود هذا الأمر لندرة هذه المراكز وكثرة إقبال المصابين بالفشل الكلوي فيما تضطر هذه المرافق المفتوحة إلى تقليص جلسات الغسيل إلى مرة أو مرتين إسبوعيا رغم احتياج المريض لثلاث جلسات على الأقل الكثير من هؤلاء المرضى يضطرون إلى قطع عشرات الكيلومترات بسبب بعد المرافق الصحية التي صارع الظروف الحرب للبقاء مفتوحة ما يدفع بعضهم إلى السكن قرب هذه المراكز لتلقي العلاج بشكل دائم هربا من تعب السفر وتكاليفه تقول آخر إحصاءات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بخصوص المصابين بمرض الفشل الكلوي في اليمن إن نصف المراكز الصحية التي تقدم خدمات الغسيل أغلقت حيث بلغ عددها ثمانية وعشرين مركزا في عموم مدن البلاد هذا الأمر دفع بالعديد من المراكز لرفع نداءات استغاثة للمنظمات الدولية بسرعة الدعم بالمحاليل والمتطلبات الطبية لمواصلة خدمة المرضى المهددين بالموت في حال انتهت الأدوية اللازمة لاستمرار هذه المرافق في العمل معظم المصابين يواجهون صعوبات في مسألة الاستمرار في عملية الغسيل الكلوي ناهيك عن القدرة على زرع كلا جديدة نظرا للعوائق المادية في المقام الأول وتدهور المنظومة الصحية بشكل كبير يشكو مرضى الفشل الكلوي في البلاد من معاناة شديدة أودت بحياة بعضهم بسبب نقص الأدوية والعناية اللازمة جراء الحرب المستمرة وما بين الفقر وعدم القدرة على تكاليف العلاج وبين تقلص عدد المرافق الصحية يقف هؤلاء المصابون وقد غسلوا أيديهم من حدوث أي استجابة عاجلة من قبل المنظمات قبل أن يغسلوا كلاهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر